اهلا بحضراتكم من جديد لازال الجدل طبعا مثار حوالين قرارات حكم المباراة محمد الحنفي وحكم الفارفي مباراة الاهل والبنك لأهل مبارح والحياة مباراة الاهل والبنك مباراة دايما مرشحة باستمرار للجدل والمشاكل في البنك السحب على المكشوف والحياة من رصيد سمعة التحكيم المصري يتسحب منه باستمرار في هذه المباراة من رصيد حقوق الاهل العادلة في مباريات البنك الاهل المتكررة خلال أربع مباريات وراء بعض في السنوات الأخيرة يبدو الأمر غريب ومريب مباراة مبارح فيها خطأ فادح جدا أثر في نتيجة المباراة خلينا نشوف رأي كابتن ساميرو عثمان الخبير التحكيمي دي من أهم الحالات اللي موجودة بالزبط هنا الكرة تلعبت خبطت في إيد رمي ربيعة تمام طبعا خبطت في إيد رمي ربيعة بعد كده تم احتساب هدف محمد الحنفي احتساب هدف ومساعد الحاكم احتساب هدف فيه لمسة يد فيه تعمد أو لا تعمد لو هنمشي لو الكرة دي عرضية لو عرضية وبعد كده ما جابش منها هدف مباشرة لو عرضية يعني جات في إيده وبدون تعمد وجاب منها رمي ربيعة هدف منها مباشرة يتم إلغاء الهدف ده لو عرضية محمد حنما لو كان فيه تعمد يتم احتساب الخطأ محمد حنروح لنقطة تانية النقطة التالتة لو كان فيه تعمد وبعد كده الكرة طلعت للفريق الخصم هنا عمدنا أقول مركرة تلاب هنقول مثلا نفترض إنها كان فيه تعمد من رمي ربيعة نفترض والخصم أخذها وراح كونترات كرة راحت لمين ماشي الكرة راحت البنك اللي هلمشي خطوة والتانية والتالتة خلاص أنا بالنسباني هنا خلاص سيطر على الكرة يبقى ما ينفعش ما ينفعش نرجع للإي بي بي هي اللي لحظة بناء الهدف هكتوصلنا دي كده بقت لعبة تانية فالفور ما يرجعش للحالة الأولى بالضبط هنا فيه هدف تم إحرازه كان لازم يتم احتساب الهدف لأن هنا الهدف ده سليم تم إلغاءه هدف سليم تم إلغاءه أظن المسألة واضحة وضوح الشمس ده الكلام الكابتن سامير عثمان عن الواقع اللي كل الناس شافتها ما بنتكلمش على مستوى الأهل في المباراة ولا غيره الدين حقي وبعد كده ألعب اللعبة بتاعي ده سليم تم إحرازه